إذن هذا التأهب الأمني الواسع ليس في العاصمة فقط واشنطن دي سي ولكن في الولايات الخمسين المخاوف من مواجهات حقيقية مع اليمين المتطرف مع أنصار ترامب هل تقف دكتور مخول الولايات المتحدة وتوقف العالم كله على قدم واحدة خلال هذه الأيام الثلاثة المتبقية نعم سؤال فاقب أستاذ أحمد وهي أو الرئيس ترامب قد يوقف العالم على قدم واحدة بمسألة واحدة فقط وهي المسألة النووية أما بما يتعلق ببقية الأمور فأعتقد أن العالم طبعا ينتظر ويلتقط أنفاسه في اليومين ونصف الأخيرين وذلك لأننا نتحدث ليس فقط عن رئيس لنقل يعني يفعل ما يريد بشكل مزاجي وإنما نحن نتكلم عن رئيس له قاعدة شعبية كبيرة انتخبه أكثر من سبعين مليون أمريكي ومن هؤلاء السبعين مليون هناك عشرات الملايين ممن يحملون قطع السلاح الخفيفة والخفيفة وسط وهم قد مروا في السنين الأخيرة عملية تشدد كبيرة ما يسمى بالإكستريميزم وخلال فترة ترامب مروا إلى المرحلة الثانية التي تسمى بالراديكاليزيشن أكثر تطرفا ورأينا أنه عيني من ردود الفعل كان آخرهما ردود الفعل في 6 يناير إذ أن السلطات الأمنية الأمريكية الآن ما تقوم به تقوم به لأنها رأت تماما ما هي قدرات هؤلاء وإن زاد عددهم وصعدوا إلى واشنطن ممكن أن تحدث كارثة أمنية وبالتالي فإن استراتيجية قوى الأمن في واشنطن اليوم تتراوح ما بين الردع وأيضا كبح الجماع أي الأمن يريد أن يردع بعض من هؤلاء المتطرفين أو المتشددين من أنصار ترامب من ناحية واحدة لكي لا يأتوا إلى واشنطن ومن ناحية ثانية إن أتوا سيعرفون أن هذا الحضور الأمني المكثف سيكبح جماعه أو أن الحضور الأمني سيكبح جماع هؤلاء المتطرفين لأنه بعد الإخفاق الذي حصل وأقصد الإخفاق الأمني أستاذ أحمد الذي حصل يوم ستة يناير وأدى إلى مقتل ستة أشخاص لا أعتقد أن السلطات الأمريكية ستسمح بإعادة هذه القصة أو المسرحية وستأخذ صفر احتمالات صفر أخطاء وتريد أن تمرر هذا التنصيب بشكل سلمي وبدون إراقة دماء وإلا ففعلا إن لم تقم أمريكا باسترداد وجهها الديمقراطي يوم التنصيب فعندها ستتدحرج أو قد تتدحرج الأمور وتفلت زمام الأمور الأمنية نعم ولكن دكتور بخول تحدثت بداية عن القطر النووي والذي يوقف العالم على قدم واحدة ما معنى أن يمتنع الرئيس دونالد ترامب عن تسليم الحقيبة النووية أو أن يغادر بهذه الحقيبة قبل موعد التنصيب نعم هذا فعلا ما يهم العالم حاليا في اليومين الأخيرين أو اليومين المتبقيين ولأوضح أستاذ أحمد بعض الأمور ليست هناك حقيبة ما يدور عليه ليس فقط الحديث بل العمليات اللوجستية أنه توجد أو يعطى للرئيس كل رئيس أمريكي عبارة عن بطاقة هي بحجم بطاقة اعتماد أو تسمى بلهجة الأمن الأمريكية وبإطار هذه الدوائر بقطعة البسكويت وعلى هذه القطعة توجد فعلا البيانات السرية لإطلاق أي ضربات نووية نعم للرئيس الأمريكي الحق بأن يقرر ويختار ضرب أماكن معينة في العالم بالسلاح نووي ولكن هو يعطى هذه البطاقة من قبل وزارة الأمن هو لا يتحكم بها وليس فقط مجرد أنه قرأ هذه الكلمة السرية أو كلمة المرور ممكن أن يقصف هذا البلد أو ذاك هذا لا يجري وفقا لمزاجه هناك ما يسمى في البنتاجون وفي المجموعة التي تسيطر على السلاح النووي الأمريكي الذي يصل إلى ستة آلاف قنبلة فقط نصفها فعال وموجودة بعشرات الأماكن بالعالم على فكرة هذه الأمور ليست فقط بيد الرئيس وعليه أن يعمل وفقا لما يسمى بالأو بلان هذه مصطلحات تابعة لي الأمن الأمريكي في أعلى درجاته ولذلك ممكن أن أساهم نوعا ما أستاذ أحمد بتبريد أعصاب العالم إذا صحب يعني إذا ما أضبت